ملاب والابن والروحة القدس اله واحد امين انا رب نعمة ربنا من رسالة معلمنا بولوس الرسول الى اهل رمية الاسحاح الاول بدل من عدد 18 لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين احجزون الحق بالاسم ازم عرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنعات قدرته السرمدية ولهوته حتى انهم بلا عزر لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كالله بل حمقوا في افقارهم وازلما قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صار جهلاء وابدلوا مجدى الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة لأهانة اكسادهم بين زواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان لان اناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانسى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق مملؤين من كل اسم وزنة وشر وطمع وخبس مشحلين حسدا وقتلا وخصاما ومقرا وسوءا نمامين مفترين مبغدين لله ثالبين متعزمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة الذين اذا عرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل ايضا يسرجون بالذين يعملون نعمة الله الاب تحل على ارواحنا جميعا امين هو الحقيقة هذا الجزء او الجزء التاني من الاسحاح الاول يعني سهل في فهمه خالص هو يمكن بس عشان الكتابة ماشية وراء بعضيها فيمكن دي الصعوبة في فهم هذا الجزء ولكن دلوقت بنعمة ربنا هندا لنفهمه كويس هو ايه الحكاية بالضبط هو الحكاية ان في عدد 16 و 17 اللي قلناها المرة اللي فاتت بيقول لست أستحي بينجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود اولا ثم اليوناني لان فيه معلن بر الله بايمان لايمان كما هو مكتوب ام البار فبايمان يحيى ده اللي وقفنا عنه المرة اللي فاتت النهاردة بيكمل بيقول لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم يعني هو عايز يقول ايه هو عايز يقدم الموضوع بتاع اهمية الانجيل او بشارة الانجيل للخلاص وان في الانجيل معلن بر الله للانسان بايمان فعلشان قبل ما يشرح هذا الموضوع عايز يوضح لنا خلاص من ايه بالزبط خلاص من ايه هو اين مشكلة فهنا يبتدي يشرح المشكلة فهنا في جزء التاني من صحي الاول عايز يقول ان في مشكلة ضخمة خالص ان الله الله غضب ومعلن على فجور الناس واسمهم الناس كلها محطوطة تحت غضب الله ما لم يكن هناك خلاص في المسيح يسوع ربنا فهو هيشرح حاجة الامم او حاجة الناس كلها للخلاص في هذا الجزء من الاصحاح التاني من الاصحاح الاول اسف والاصحاح التاني هيكلم بالتخصيص على اليهود حاجة اليهود للخلاص فعشان نتكلم عن حاجة الامم للخلاص ابتدى يشرح ان فيه غضب والغضب ده بسبب فجور الناس واسمهم فهتلاقي كل الجزء ده من رمية واحد عدد 18 لرمية 32 واحد اتنين وتلاتين هتلاقي عمل يشرح على فجور الناس واسمهم اللي بسببه بيجي غضب الله وبالتالي علشان يوضح ليه كان فيه حاجة للخلاص اللي بيقدمه الانجيل فاذا حبيت تحط عنوان لهذا الجزء التاني ممكن تقول حاجة الامم للخلاص ولكن هو في الواقع كمان عشان يظهر هذا الامر اتكلم عن فجور الامم والاسم بتاع الامم ممكن تقول حاجة الامم للخلاص ممكن تقول فجور الناس واسمهم وممكن تقول غضب الله على فجور الناس واسمهم هم كلهم مرتبطين ببعض عشان يتكلم ان فيه خلاص من السماء عايز يقول ان الوضع اصله كان ضايع خلاص وسط الامم والاهم كانوا محتاجين ضروري لخلاص الله في شخص المسيح وغير كده كان هيفضل الامم موجودين تحت غضب الله انا قبل ما اشرح هذا الموضوع بالتفصيل مش عايز تاخد الحكاية دي كحاجة تاريخية حصلت تقول تبو انا مالي وانا الموضوع ده ما انا امنت وخلاص وتعمت لا انا عايز انا عايزك تراجع نفسك وعايزك تراجع نفسك واحنا بنتكلم في هذا الشرح لا ربما لا ربما يكون هذا الكلام بينطبق علي او عليك او عليك ربما يكون هذا الكلام بينطبق علينا لان الكلام مازال لغاية النهاردة فيه امم محتاجين لخلاص الله والغاية النهاردة فيه مسيحيين شكليين محتاجين خلاص الله يعني فيه مسيحيين بالاسم محتاجين خلاص الله وحتى المسيحيين الحقيقيين برضو مازالوا بيجاهد ضد خطايا معينة او ضعفات معينة عشان يوصلوا لحالة الكمال وبالتالي ايضا محتاجين لخلاص الله فما تطلعش نفسك او ما تطلعش نفسك خارج القصة وتقول الكلام ده عن الامم اللي كانوا بيعبدوا الاصنام والاوسان مش عليها لا ممكن يكون هذا الكلام ايضا علينا احنا برضو هذا الجزء التاني اللي التبسيط ممكن يتقسم لجزئين من عدد 18 ل 23 و 20 بيتكلم عن رفض الامم لمعرفة الله و عدد 24 ل 32 هيتكلم عن غضب الله وتخليه عن الفجار او عن الاشرار اللي هما ما تبوش تعالوا كده نشوف مع بعض في عدد 18 يقول لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالاسم بيقول للأمم محتاجين للخلاص ليه محتاجين للخلاص لأن فيه غضب من السماء لما يقول غضب من السماء يبقى غضب ايه غضب إلهي فيه غضب إلهي على فجور الناس وإسمهم هو الغضب مش على الناس ولكن الغضب على الفجور والإسم بتاعهم الفجور والإسم هي اللي بتخلي ربنا يخضب لكن في الحقيقة في الأصل الله بيحب البشرية لأنها خلقته فبيقول غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإسمهم كلمة الفجور والإسم ممكن تتفهم إن هي عدم التقوى والشر وممكن تتفهم حسب بعض المفسرين الفجور والإسم الفجر هو الخطيئة موجهة ضد الله والإسم هي الخطيئة الموجهة ضد البشر ضد إخواتنا يعني بيقول إنهم لحب ربنا ولا حب إخواتهم ففيه فجور وإسم فبيقول لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإسمهم الذين يحجزون الحق بالإسم فيه غضب فيه غضب لأنه الناس بتحجز يقول لك يحجزون الحق بالإسم كلمة يحجزون الحق بالإسم يعني بكل قوتهم عايزين يخفوا الحق والحق هو الله طبعا عايزين يخفوا ما هو حق وما هو يعني دي علاقة بالله بالخطيئة بتاعتهم بالأسام بتاعتهم متعمدين أنهم يحجزوا الحق بالإسم فده سبب غضب عند ربنا زي ما قال في رمية 2-5 تدخل لنفسه غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العدلة الإنسان هو اللي بخطيئة بفجوره بأسامه هو اللي بسبب الغضب ده قدامه النور ومش عايز يقبل النور النور جاء للعالم وأحب الناس النور أكتر من الضلمة فدي الحاجة اللي تغيز ربنا والتاقي ربنا لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس والسموم الذين يعجزون الحق بالإسم طيب ليه كده يعني أنت وصفت الأمم وصفين صعبين قوي أنهم فجرين وأنهم أشرار الفجر والإسم قال لأن في البداية إذ معرفة في رمية 1-19-20 قال إذ معرفة الله ظهر فيهم لأن الله أظهرها لهم لأنه منذ خلق العالم ترى أموره وغير المنظورة وقدرته السرمدية ولهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بالعزر يعني بصر رسول بتصوره معرفة الله ظهر جدا يعني ما فيش حد له عزر يقوله أن الله مش موجود أو أنه ينكر الله أو يشوف الله تاني زي بو الزوطة ما تشوف قرص الشمس تقدر تشوف الشمس وتقول الشمس مش موجودة أو تنكر الشمس آه ده للأسف ده اللي حصل فبوز بيقول معرفة الله ظهرها فيهم لأن الله أظهرها لهم إزاي قال لأنه منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بالعزر يعني ربنا ما خلق الخليقة دي كلها كل الخليقة دي المنظورة اللي احنا شايفينها وغير المنظورة هذه الخليقة بتشرح لنا وبتقدم لنا بصمة ربنا بتقدم لنا طبيعة ربنا بتقدم لنا أو بتشير إلى عزمة ربنا إلى قدرة ربنا إلى إلوحية ربنا إلى إلهوت ربنا زي ما بقال كده المزمور ساعتاشر واحد السموات تحدزوا مجد الله والفلك يغبر بعمل يديه مين يشوف الشمس مين يشوف الأمر مين يشوف الشجر مين يشوف النجوم مين يشوف الأرض والجبال والنبيع وكل ده وكل الخليقة دي كلها ومنشوفش بصمة ربنا اللي خلقها فدول قدامهم معرفة الله ظاهرة ليهم في الخليقة اللي بتشرح ليهم عن صفات الله غير المنظورة وبتشرح ليهم عن قدرته وعن عظمته وعن لهوته ولكن للأسف إيه اللي حصل لما قدامهم الخليقة بتقدم كل شيء عن الله وبتشرح عن الله وبتشرح إلى وجود الله وعظمته فعدد واحد وعشرين لاثنين وعشرين يقول إيه لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صار جهلاء لما عرفوا الله وشافوه شافوا أعماله وصفاته وقدرته لهوته في الخليقة لم يجدوا ربنا ولا شكروا ربنا هو ده الفجر اللي بيقول عليه فجور الناس اللي بيحجزوا الحق بالاسم مع أنه في سفر الرؤية بيقول من ده يخافك يا رب يمجد اسمك ويقول أنت مستحق رب أن تأخذ المد والكرامة والقدرة لأنه خلقت كل الأشياء وهي بإرادة الكائنة وخلقت ربنا استحق أن نحن نمجده ونشكره ولكن الفجر بتاع الناس خلاهم ربنا دامش في الحساب خالص وطلعوه من دماغهم مع أن الطبيعة والخليقة بتقول لهم عنه لا شكروا ربنا ولا مجدوا ربنا يمكن أوحش من كده دايما يلوموا ربنا أو يتململوا على عمل ربنا فبعملهم ده صاروا جهلاء فبيقول كده بينما يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وما لما أنكروا ربنا وطلعوا ربنا من فكرهم بالرغم كل الخليقة اللي شايفينها العظيمة دي هم صاروا جهلاء فزيان بيقول بولس الرسول عن الأمم دول أنهم بيسلكوا ببطل ذهنهم ذهنهم بقى باطل باطل مظلموا الفكر متجنبون عن حيات الله التي لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم عاموا عينيهم خالص والحكمة بتاعتهم اتحولت إلى جهل ويريت إنهم يريت إنهم أنكروا الله أو ما شكروش الله وما مجدوش الله وبس لا أكتر من كده عدد ثلاثة عشرين يقول إيه وابدلوا مجدى الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدباب والدواب والزحفات رمية واحد ثلاثة عشرين أبدلوا مجدى الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات يعني راحوا بدل ما يعبدوا ربنا عملوا أصنام على شكل بشر أو أصنام على شكل طيور أو على شكل دواب أو على شكل زحفات وراحوا بدلوا عبادتهم بدل ما هي عبادة لله بقت عبادة لهذه الأصنام فهم سلموا نفسيهم لعبادة الأوسان زي ما بيقول بلس الرسول استبدالوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق راحوا جابوا حاجات من الطبيعة من الخليعة اللي خلاها ربنا وعبدوها ربنا كان بيعاتب شعبه في أرمية 2-11 قال هل بدلت أمة آلها وهي ليست آلها أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع إيه ده بقى إيه اللي دخل الموضوع ده في الموضوع إيه اللي دخل الموضوع ده إنه مش الأمم بس اللي بيعبده الأوسان لأنك ممكن تقولي دلوقتي طب أنا ماله مالي الحكاية دية أنا مش بعبد أوسان أنا بعبد ربنا ليه بقولة الرسول بيكلمني النهاردة بحاجة زي كده ولكن مشكلة إنه إحنا ممكن برضو إحنا دون أن ندري نكون مش بنعبد ربنا نكون بنعبد حاجة تانية زي المال لأنه ربنا قال رب يسوع ألا تقدرنا أن تقدم السيدين إما الله أو المال فالإنسان اللي حطت المال في ذهنه وفي كل توجهاته وفي كل حركاته وفي كل أعماله بحيث إنه ما بقاش هو الله الموجود بقى المال هو الموجود هو اللي مسيطر وهو اللي موجه كل حركة الإنسان بقى بيعبد المال بيش بيعبد ربنا فبقى زيه زي عبد الوسط مع أنه جوه الكنيسة ومنتظم مع الكنيسة ويمكن بيتناول وكل حاجة لكن هو مش واخد باله إن الكلام اللي تقال على الأمم اللي عبده الأوسان بيتقال عليه هو لأنه بيعبد إله تاني غير الله فده الجزء الأولاني أراهلكو تاني لأن غضب الله معلع من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين أحجدون الحق بالاسم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم ودركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوته حتى أنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفقارهم وظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صار جهلاء وأبدالهم مجد الله الذي لا يفنى بالشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات وضع محزن برسا الرسول حاب أنه يقدمه لنا عشان يقول لنا تشوفوا قد إيه الناس دول كانوا محتاجين لخلاص الله قد إيه الأمم محتاجين لرسالة الإنجيل لبر الله المعلن في الكتاب المقدس في المسيح يسوع ربنا بقى كده دخل على الجزء الثاني قال لذلك يعني عشان اللي فات هيكلم عن إيه هيكلم عن أن الله غضب على الناس وبعدين سبهم بقى لمزاجهم ولما سبهم لمزاجهم بصينا لقينا الوضع بقى مرعب جدا حالة الإنسان اللي ما خلاش الله في ذهنه واللي ما خلاش الله في قلبه وما خلاش الله في اعتباره وما مجدش الله وما شكرش الله وخلاش الله هو الإله بتاعه فعلا ربنا سابه فلما سابه أصبح حالة هذا الإنسان مزرية جدا وسيئة جدا ده اللي بيقوله في العداد من 24 ل32 في بيقول في عدد 24 و25 يقول لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أكسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أكسادهم بين ذواتهم هو في الجزء اللي فات اتكلم عن فجور الناس الفجر اللي قلنا عليه أنه هو خطيتهم ضد الله أنهم أنكروا الله وعبدوا أوسان عبدوا آله أخرى ولما يجدوا الله فلما وقعوا في الفجر ورفضوا الله في حياتهم فطبعا ربنا سابهم فلما ربنا سابهم وقف حاجة سيئة جدا أنهم وقعوا في شهوات قلوبهم بالنجاسة يقول لك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أكسادهم بين ذواتهم يعني عشان يهينوا أكسادهم بينهم وبين بعض هتلاقي الإنسان اللي رافض أنه هو يجي يعبد ربنا وأنه اتحت بالمسيح في جسد ودمه وعيش كده في العالم لوحده توسط له هذا الإنسان عرضه أنه هو يعمل أي نعم الخطايا وبالأخص خطايا النجاسة في مزمور واحدة ثمانين عدد حداشر يقول لما يسمع شعبي لصوتي وأسرائيل لم يرد بي فسلمتهم إلى قصاوة قلوبهم ليسلكوا في مؤامرات أنفسهم الإنسان اللي بيرفض الله بتبقى النتيجة تنعكس عليه هو أنه هو بينحدر في بئر عميقة بئر النجاسة والنجاسة بالذات أسوأ خطيئة يقع فيها الإنسان لأنه بيقول كل خطيئة أعمالها الإنسان هي خارجة عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده ويريته يزنيه بس ده بيعمل حاجات أسوأ من الزينة كمان فنتيجة رفضهم لله في عدد 24 يقول أسلامهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين زواتهم عدد 26 و27 لذلك أسلامهم الله إلى أهواء الهوان لذلك أسلامهم الله إلى أهواء الهوان في العددين اللي فاته قال أسلامهم لإيه حد واخد باله للنجاسة لإهانة أجسادهم بيكمل بعد كده في عدد 26 قال النجاسة كلمة النجاسة أنتم شغلين بالكم أنا بتكلم عن إيه بيفصل أكتر قال لذلك أسلامهم الله إلى أهواء الهوان يعني النجاسة في أسوأ صورها لأن إنسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الزكور أيضا تاركين استعمال الأنصى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فعالين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق كلام صعب وصورة مرعبة إنه ربنا لما اتخلى عن الفجار اللي هم أنكروه ورفضوه وقعوا في النجاسة ووقعوا في أعمق أعمق النجاسة اللي هو الشذوذ الجنسي اللي هو بيقول عنهم إنسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة والذكور تاركين استعمال الأنصى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فعالين الفحشاء ذكور بذكور طيب مش عايزة استرسل في هذا الموضوع ولكن الناس اللي رفضت ربنا وتلاقي اللي عايشين في الشذوذ الجنسي تلاقيهم ناس مش بعباد ربنا حقيقي ولو كان بعباد ربنا بعبادة صورية ولكن في الحقيقة هو لو ربنا في ذهنه ولو هو فعلا ليه علاقة حقيقية مع ربنا ما كانش هيقع في هذا المستنقع الناس بتوع اهل سدوم عمورة اهل سدوم في ايام لوط لما جالوا ملكين في الشكل رجلين ودخلوا عنده راحوا خبطوا على الباب ويقصروا عشان يطلعوا الرجلين دول فبيقولوا له اين الرجلين الذين دخلوا اليك الليلة اخرجهما الينا لنعرف هما كلمة نعرف هما مش نتعرف عليهم نعرف هما هنا يعني نعمل معهم الجنس فهنا ايه الشذوذ الجنسي واضح يعني فلوت قال لهم لا تفعلوا شرا يا اخوتي فده شر شريعة اللوين 18-22 يقول لا تضاقع ذكرا مضاقعة امرأة انه ركس يعني الشذوذ الجنسي ذكر مع ذكر ركس يعني حاجة مكروهة قدام الله كرونسوس الاولى ستة في عدد تسعة لحداشر تسعة وعشرة بيقول لستة للناس اللي ما يدخلوش السماء اللي هما الزناح عبدة الاوسيان والفصقون والمأبونون قالوا ولا مضاقع ذكور اللي هما الشذين جنسيا ف هنا الخطورة وفي نفس الوقت هنا الحاجة لخلاص المسيح الخطورة ان الانسان اللي بعيد عن الله ما لهش علاقة بالله مش متمتع بخلاص المسيح بينحدر في مستنقع النجاسة ويدخل في هوة الشذوذ الجنسي تب ليه كده تب ليه كده فعدد تمانية وعشرين لواحد وثلاثين بيكمل لنا الحكاية قال وكما لم يستحسنوا ان يبقى الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق أقول الآية دي ويريد تحطها في قلبك وتحطها في قلبك باستمرار كما لم يستحسنوا ان يبقى الله في معرفتهم كلمة في معرفتهم دي يعني هما ما حبوش يخلوا الله في ذهنهم وفي قلبهم وفي اعتبارهم ما استحسنوش ان يبقى الله هو محور تفكيرهم لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم طب اذا كان واحد طلع الله من دماغه خالص واحد طلع الله من حساباته واحد طلع الله من كل قلبه فبيقول أسلامهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق كم مرة قال أسلامهم الله لغاية دلوقتي لو انتم واخدين بالكم كم مرة ثلاث مرات أول مرة قال أسلامهم لإيه للنجاسة تاني مرة قال أسلامهم إلى إيه أهواء الهوان مش كده ثلاث مرة قال أسلامهم إلى الزهن المرفوض ليفعلوا ما لا يليق ما إذا كان الله مش جوه الإنسان إذا كان الله مش جوه الإنسان هيبقى زيهنه ده منور هينور إزاي هيبقى زيهنه ده هيتطلع أفكار حلوة مستنيرة منين هيبقى إنسان بيفكر في عمل خير إزاي هييجي منين إذا كانت الله بروح القدوس ساكن جوه الإنسان إزاي الإنسان هيفكر في الأمور التي تليق وعشان كده تلاقي فيه ناس وتتصرف تصرفات فعلا تجنن تلاقي واحد عمل تصرف واحدة عمل تصرف يجنن وبعدين تقول إزاي ده حصل إزاي في الأن عمل كده أو إزاي في الأن عمل كده طبعا مش بندين حد وكان بقولك على الواقع اللي بيحصل يعني إذا تكرر معاك أو معاك تبع عارف إنه فيه وقت إن تنسيت ربنا وفيه وقت إن تنسيت ربنا ففي الوقت اللي الواحد نسي ربنا خالص وطلع ربنا من حساباته خالص يقول أسلامهم الله إلى ذهن المرفوض ليفعلوا مالا لا يليق خسارة ربنا في الماء يقول إيه شعبي أحمق إيايا لم يعرفو يعني ما عرفونيش ما حطونيش في اعتبره وفكروش فيه هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين هم حكماء في عمل الشر والعمل الصالح ما يفهمون حكماء في عمل الشر يعني بيخترع وسط الدرجة ظلمة الزهن والفكر أن الواحد يخترع الشر يخترع الإذر زي ست النكدية كده اللي بتخترع النكد بس هو مش بيخترع النكد ده بيخترع الشر بيخترع الشر فبيقول الحكماء في عمل الشر والعمل الصالح ما يفهمون إيه سبب ده كله الشعبي أحمق إيايا لم يعرفون لم يعرفوا المشكلة أن الإنسان رفض أنه هو يخلي الله في معرفته عشان كده كان أباء الكنيسة يحب أو تدريب يسموه اختبار الوجود في حضرة الله أنه هو عايز يدرب ذهنه ويدرب قلبه ويدرب فكره أنه هو في حضرة ربنا فيعضي يصلي صلوات زي صلات يسوع زي صلوات تانية يعد ردد مزامير دايم الصلاة دايم المطنيات دايم إراية الكتاب المقدس حتى في وسط شغله يرفع قلبه باستمرار لربنا ليه؟ لأن الوقت اللي ربنا هيغيف فيه عن ذهن الإنسان وعن فكر الإنسان وعن اعتبار الإنسان هو ده الوقت اللي هيقع فيه الإنسان في خطايا مؤلمة جدا كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا ياليق لو اكتشفت نفسك في يوم الأيام أنت عملت حاجة ما كانش صحة تعملها أعرف على طول أن ده بسبب أهمالك أن تبقي أو رفضك لمعرفة الله في ذهنك أنك أنت جيد في فترة ما فيش أي تفكير في لبنا العالم عايز يشغلنا بأي حاجة كلنا أخبار من هنا وأخبار من هنا وطول النهار أخبار وأنا تناقل أخبار وكلام على فلان وكلام على فلان وكلام على الأسعار وكلام على وحاجات كثيرة أوي 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 كل ده علشان الزهن ما ينشغلش بالله ووقت ما الزهن ما ينشغلش بالله والقلب ما يبقاش مجغول بالله الإنسان يصرف تصرفات لا تليق كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى الزهن المرفوض ليفعلوا ما لا يليق عدد تسعة وعشرين شوف بقى من هنا الواحد وثلاثين هتسمع شوية خطايا أو لستة خطايا زي كده ضرب الرصاص تسعة وعشرين مملؤين من كل قسم مملؤين من كل قسم ده كله تحت كلمة إيه يفعله إيه ما لا يليق ما لا يليق زي إيه يا بولس قال مملؤين من كل قسم وزنا وشر وطمع وخبص مشحنين حسدا وقتلا وخصاما ومقرا وسوءا على فكرة العدد تسعة وعشرين ده مكتوب بطارية الاختزال اللي أنا أقول لكم عليها بتاع البولس الرسول تحب أفردها لكم شوية بس ما تملوش معايا طول بقلك معايا كده بسمع الآية بالضبط هو يقصد إيه قال في 28 قال أسلامهم الله لزهنة مرفوض ليعفعله ما لا يليق تعالوا نفسرها كده بتفصيل شوية المملؤين من كل قسم مملؤين من كل زنا مملؤين من كل شر مملؤين من كل طمع مملؤين من كل خفص وبعدين مشحنين حسدا مشحنين قتلا مشحنين خصاما مشحنين مقرا مشحنين سوءا طبعا كل الكلام ده ليه تفاثير كتيرة ربما أنا معرفش بعض الكلمات تفاثيرها إيه ولكن هي كلها ضرب رصاص من كل نحية حاجات مميتة من كل نحية يفعله ما لا يليق ما لا يليق مملؤين من الزنا مملؤين من الشر مملؤين من القسم مملؤين من الطمع مملؤين من الخبص ده مش كده بس عدد ثلاثين نمامين النميمة مفترين مبغدين لله ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين كل ده تحت تحت وصف كلمة إيه يفعله إيه ما لا يليق ليه ليه كل البلاوة دي كلها اللي وقع فيها الإنسان ليه كل المصايا اللي وقع فيها الإنسان والخطايا دي كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض دي نتيجة أنهم ما استحسنواش أن الله يبقى في معرفته ليفعله ما لا يليق وراح قال لي اللست دي كلها مش كفاية كده بولس لا خد واحد وثلاثين كمان بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة عدد تسعة وعشرين وثلاثين ما فيش لا 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 مش كده خدت بالك تسعة وعشرين مملؤين من كل إث يعني الحاجة الموجودة عندهم الإسم والزنة والشر والطمع والخبص والحسد والقتل والخصام والمقر والسوق والنميمة والافترة وبغضى الله والسلب والتعظم والادعاء والابتداء وغير طاعة الولدان اللي موجود طيب إيه اللي مش موجود قال لي مش موجود الحاجات الحلوة بلا فهم الفهم مش موجود ولا عهد يعني بلا إيه ما فيش عهد متقدرش تتفهم مع واحد على كلمة ما فيش عهد بينه بالربينه ولا بينه بين إخواته لا فيه عهد بينه وبين إخواته مع عهد حب ولا فيه عهد بينه وبين أهله في البيت ولا فيه عهد بينه وبين ربنا ولا حنو ما فيش حنو ما فيش رضا ما فيش رحمة وضع مؤلم وضع مؤلم لو الإنسان اكتشف نفسه واقع في بقرة من هذه البقر ممكن أو تكتشف رجع نفسك بعمانة رجع نفسك بعمانة ممكن تكتشف انك واقع في بقرة من البقر دي لو هذا صعب عدل 32 الذين إذ عارفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعملون دي كرثة بقى أكتر دي كرثة أكتر أن الإنسان اللي رفض الله في ذهنه وبيعمل ما لا يليك واقع في الخطايا دي كلها الكرثة أنه عارف أنه محكم عليه بالموت وغضب ربنا الكرثة أنه أكتر من كده مبسوط باللي بيعمل هذه الحكاية دي يقول لك الذين إذ عارفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت يعني كل اللي بيعملوا كل هذه الخطايا عليهم حكم الله أنهم مستوجبين الموت ومش بس ما بطلوش لأ ده أسوأ من كده يصرون بالذين يعملون يلاقوا واحد ما يعمل معهم نفس الخطيئة يبقوا فرحنين بيه بيعمل نفس الشر يبقوا فرحنين بيه شجعوا الناس على أنهم يفرحوا بالشر مرة يهوشفاط ملك يهوزة راح تحلف مع أخاب وأخاب ده إنسان شرير وأخاب مش بيسمع كلمة ربنا وبيسمع كلام كلام الأنبياء الكذبة فيهوشفاط راح لأخاب عشان هتحلف معه ويقول له أنا وشعبك إحنا الشعبين شعب يهوزة وشعب إسرائيل شعب واحد وزي ما تعمل إحنا هنعمل معاك إنت هتطلع للحرب إحنا هنطلع معاك مجاملة مش في مكانها تم أنت عارف إنه إنسان شرير وإنه ماشي ضد وسيط ربنا ليه إنت جامله وليه إنت تمشي معاه ليه تمبسط باللي هو بطريقه فبيقول لما راحوا الحرب بقى قدام أرام أرام اللحظة إن أخاب تقتل وبعد كده راجع يهوشفاط ففي السكة قبل واحد اسمه ياهو ابن حناني الرائي الرائي يعني زي النبي كده فلقى في السكة فقال للملك يهوشفاط قال له أتساعد الشرير وأتحب مبغد الرب لذلك الغضب عليك من قبل الرب أتساعد الشرير يعني يعني ربنا بيقول النهاردة البوز كفاية شر كفاية شر مش كفاية شر الإنسان يروح هو نفسه يساعد كمان الأشرار ويشجع الأشرار ويزق الناس على الشر ويقول لما انتأتي بسطته إيه العسرات وده يفكرني بموقف ياهوزة الأسخريوتي لما راح للرؤساء الكهنة عشان يسلم لهم المسيح يقول لما سمعوا فرحوا وأوعدوها أن يعطوه فضة بتشجعوا يهوزة على إيه على الخيانة بتشجعوا يهوزة على أن يسلم دم بريء وفرحانين بالغلط بتاع يهوزة خلاص النوازين بتاعت الناس اتخلت وبازت لأنهم لم يحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلامهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا إيه ما لا يليق طبعا هتقوله الصورة ظلمة أوي في الإسخح ده أنا عارف أنها ظلمة أوي في الإسخح ده لأنه ده والإسخح التاني عايزي حسست قدي إيه الإنسان محتاج لخلاص الله قدي إيه الإنسان محتاج لرسالة التبرير في المسيح يسوع اللي أشرح عبولي صلى الله عليه وسلم في رسالة روميا في تكوين تسعة واربعين لما بنا يعقوب كان بيتكلم عن ولاده الأصباط وجه على ابنه دان فقال دان حي على الطريق إفعوانا على السبيل فدان كان اسمه يشير للحية يشير للخطية اللي بتلسع يقول لك دان حي على الطريق إفعوانا على السبيل يلسع قبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء خطية زي التعبان زي التعبان اللي يلدع الحصان فلما الحصان يتلدع في كعبه اللي راكب الحصان يحصل له إيه هيقع على طول فالخطية عملت كده في الأمة وبتعمل كده في الناس إن هي بتوقعهم فرجع يعقوب يصرخ لله يقول له لخلاصك انتظرت يا رب لخلاصك انتظرت يا رب فأنت لو كنت حاسس إن فيه أي كلام اللي قاله بولس الرسول ده بيعبر عن حالتك قل له أنا منتظر خلاصك أنا عايز خلاصك يا رب لو كنت تعرف حد شايف إنه عايش في الحياة دي اطلب خلاص الله لي مزمور 62 خمسة سابعة لالله انتظر يا نفسي لأن من قبله رجائي إنما هو صخرتي وخلاصي ملجي فلا أتزعزع على الله خلاصي ومجدي صخرت قوتي محتماية فلا كل الواضع السيء المزري اللي تكلم عنه بولس رسول اليهود ده يخلي الإنسان يصرخ من جوة طالب خلاص الله ويخل الإنسان من ناحية تاني يبقى فرحان بالعمل المسيح ليه على الصليب وده اللي هشرحه برضو بولس رسول بعد كده لأن كل المقدمة المزعجة دي اللي تلت في هذا الجزء ولسه اللي هيتقال في الإصحاح التاني عن اليهود كل ده علشان نقدر أن احنا نقدر أكتر ونحس أكتر بقيمة الخلاص العظيم اللي قدمهنا الله القاب في شخص ربنا يسوع المسيح بحياته بموته بقيمته بالروح القدس قدم لنا كل ده عشان كده بولس صرخ قال شكرا لله الذي يقودنا في موقف نصراته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان شكرا لله الذي يقودنا في موقف نصراته في المسيح كل حين إذا كانت نفسك منتصرة على الخطايا إذا حسيت نفسك منتصرة على الخطايا وعلى الوضع اللي شرحوا بولس الرسول في هذا الجزء من أصحاح الأول أشكر الله على خلاصه إذا كنت حاسس أن نفسك أو نفسك مهزومة وقع تحت خطيئة أو تحت وضع من الأوضاع اللي ذكرها بولس الرسول النهاردة أطلب خلاص الله والله قريب لمن يدعوه ربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمين نكمل